خلينا ننتقل إلى لاعب آخر كريستين السويدي زلتان أبراهيموفيش من أفضل نجوم كرة القدم لكنه مثير للجدل بتصريحاته وبتصرفاته شو قصة هذا اللاعب؟ البعض اليوم مهند يعتقد أنه زلتان تخطى صراحة جميع الحدود سخرة من زملائه في ميلان خلال تكريمه بالوصول إلى مئة مباراة مع الفريق وقال بالحرف الفضل في وصولي لهذا الإنجاز يعود لكم جميعا لأنه لا يوجد منافسين ليه بطبيعة الحال تصريح مستفز أثر الكثير من الجدل عبر مواقع تواصل اجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا التصريح مهند اليوم لا يمكن أن ننكر فضل زلتان على ميلان منذ مجيئه أعطى الفريق نفحة أمل أعطاه دفعة معنوية انضباط أكثر والفريق اليوم يحقق نتائج رائعة مؤخرا ولكن أن تقول أنه لا منافسين لك في الفريق هو أعتقد قلة احترام للزملائك أو على الأليلة يعني مسحة زادت عن حدها لكن بآخر المعطف يعني زلتان يبقى هذه الشخصية المثيرة للجدل كما قلت كريزما فريدة من نوعها في كرة القدم ولا أحد مثله حتى الآن اللاعب ممتاز لا شك كريستين ولكن أيضا السلوك والتصرفات وطريقة التعاطي مع الآخرين أيضا تعطي فكرة عن هذا اللاعب يعني زلتان لاعب ممتاز ولكن لو قررناه بمسي ومحمد صلاح من ناحية التصرفات ومن ناحية التصريحات هناك فارق كبير جدا يعني طيب هناك على ما يبدو غموض حول استمراره مع ميلان في الموسم المقبل أكد طبعا أنه يلعب للفريق بعاطفته شو رأيك بذلك؟ صحيح اليوم هناك يعني تساؤلات حول ما إذا كان زلتان سيبقى مع ميلان أو ربما يعود إلى الدوري الأمريكي صراحة كما قلت هو يقول أنه يلعب لميلان بعاطفته وحتى يلعب لميلان تقريبا بالمجان أعلن عدة مرات أنه باق مع الفريق ولكن مهند شاهدنا مؤخرا المشد الكلمية بينه وبين المدرب بيولي اعتراضا منه على تبديله خلال مباراة بولونيا الصحف أيضا اليوم تتحدث عن علاقة متوترة بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي كل هذا اليوم يرجح احتمالية رحيله عن ميلان وربما عودته إلى الولايات المتحدة ولكن مهند لا ننسى أنه زلتان عمره 38 سنة وهذا يقلل نوعا ما من فرصه في اللعب لذا لا أعلم ما إذا كان سيستمر في إيطاليا سيعود إلى الولايات المتحدة أو ربما قد يختم مسيرته مع فريق همار بالسويدي الذي يملك أسوما فيه ولكن مهما كان القرار مهند أكيد أنه سيكون قرار مثير للجدل مثل تصريحات زلتان إبراهيم موبش شكرا جزيلا لك كريستيا شكرا مهند